اعلان رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي انضاج تشكيلته الوزارية التي يصفها بالمستقلة وقرب عرضها على البرلمان خطوة يقول عنها المراقبون بالمتناغمة مع الشارع لكن هذه الخطوة سرعان مواجهت سيلا من المواقف المتحفظة ولا سيما من بعض مكونات القوى السنية وبعض الكتل الكردية بداعي عدم التخلي عن الاستحقاق الانتخابي سيد محمد علاوي قد اعلن بان هذه الوزارة سوف تكون بمعزل عن الاعزاب والكتل لكن يأخذ بالاعتبار ان تكون هناك توازنات فيما يخص المكونات اعتقد المكونات سوف تكون لها حصص في الحكومة القادمة البرلمان العراقي هو الحاجز الاهم امام حكومة رئيس الوزراء المكلف فمنه ستنال تشكيلته الوزارية الثقاح شبه الاتفاق بين الكتل الشيعية وجزء من اتحاد القوى السنية ابرز المؤشرات على تحقيق نصاب برلماني لتمرير الحكومة حتى في ظل اعتراض مكونات اخرى لاحظنا ردود الافعال لكثير من هذه الكتل وبعضهم ذهب اكثر من ذلك واخذ يشترط التصويت على هذه الحكومة وتمريرها بالكثير من الاشتراطات الغير معقولة والغير واقعية كما ذكر الاجتماع الذي حصل بين برزاني والحلبوسي في اربيل الشارع الذي لا يزال يراقب تحركات الحكومة الجديدة ربما ينتظر اكتمال صورة التكليف الرسمية ومعرفة اعضاء الحكومة لتحديد توجهاته فيما يسعى رئيس الوزراء المكلف الى الاتكاء بشكل كبير على الجمهور في مهمته المقبلة ظهور الاعتراضات على طريقة اختيار رئيس الوزراء المكلف لفريقه الوزاري قد يتصدى لها عبر اختيار وزراء مستقلين فعلا لكنهم ينتمون الى الشعب مذهبيا وقوميا وعندها لا سبيل امام الكتل سوى منحهم الثقة في البرلمان محمد الفهد بغداد الميادين